لم تتوقف انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق معارضيها عند الاعتقال والاخفاء والتعذيب بل امتدت الى تجيير القضاء لاصدار احكام اعدام بحقهم الحدث الاحدث هو ما اصدرته محكمة تابعة للميليشيا قضى بالاعدام ومصادرة الممتلكات بحق 35 برلمانيا بتهمة التعاون مع السعودية التي تقود التحالف احكام الاعدام جاءت بعد اشهر من اصدار المحكمة ذاتها حكما بالحجز التحفظي على اموال البرلمانيين واعتبارهم وفق الحكم الذي اصدرته المحكمة فارين من العدالة مصادر حقوقية قالت ان المحكمة الجزائية التابعة للميليشيا رفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع بحجة عدم اختصاصها بنظر الدعوة مكانيا اي ان المحكمة لا يحق لها النظر في القضية كون المكان غير مختص بها ورغم ان القضاء كان قد ترك مساحة لمحامي الدفاع اذ قضت المحكمة بتأجيل جلسة النطق بالحكم الى اجل غير مسمى حتى تستوفي هيئة الدفاع كافة ما لديها غير ان القاضي ما لبث ان عاد بعدها بساعتين للنطق بالحكم في تأكيد على ان القضاء اصبح اداة تنكيل للحوثيين كانت الميليشيا قد بدأت اجراءاتها بمحاكمة البرلمانيين بعد اول جلسة عقدها مجلس النواب في مدينة سيئون بدعوة من الحكومة الشرعية والتحالف الامر الذي سحب البساط من البرلماني الخاضع للحوثيين وفيما لا يزال مئات المحتجزين في سجون الميليشيا معرضين لاحكام مماثلة اتهمت منظمات حقوقية دولية الميليشيا بارتكاب انتهاكات خطيرة بحقهم مؤكدة ان احكام الاعدام التي يصدرها الحوثيون تأسست باعترافات انتزعت تحت التعذيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر